اشتركوا في القناة ودوره في تشكيل وعي وثقافة الشعوب وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة شؤون الإعلام في متابعة وتغطية أعمال ملتقى البحرين للحوار بين حكماء الشرق والغرب مؤكدا أن الإعلام بدوره شريك فاعل ورئيس في الحوار والتعرف على الآخر من خلال تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق حول كل ما يحدث وما يفيد لتشكيل رأي عام مستنير بعيدا عن التزييف أو التشويه من جانبه عرب سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي عن تقديره لجهود شيخ الأزهر الدولية في إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية وأن زيارة شيخ الأزهر للمملكة يتابعها الشعب البحريني بترحاب وتقدير وهي محطة تاريخية مهمة في مسيرة مملكة البحرين تجاه قضايا التسامح والحوار وكذلك على الصعيد العالمي استمرارا لنشاط شيخ الأزهر في خدمة السلام العالمي واكدا أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها الدعم لتعزيز أسس ومبادئ التعايش والسلام وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي جعلت من البحرين مملكة للسلام رائدة في تجسيد مبادئ التعايش السلمي كما أشهد سعادة وزير شؤون الإعلام بكلمة شيخ الأزهر في الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار مؤكدا أن نداء فضيلة الإمام الأكبر للإعلاميين والذي حثهم فيه على بذل مزيد من الجهد لتربية النشأ وتثقيف الشباب بمشتركات الأديان له تأكيد على دور الإعلام في اعداد النشأ والشباب وأن هذا النداء جاء في وقت يحتاج فيه العالم إلى تضافر جهود المخلصين لتبني ثقافة الحوار ونشر التعايش والأخوة الإنسانية